بسم الله والصلاة والسلام وعلى عشر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم استكمالا لشابتر نمبر 8 فيسكوس فلويد فلو تدفق المائع اللزج اليوم هنتكلم عن الفيسكوسيتي الفيسكوسيتي هي يعني اللزوجة واللزوجة كما عرفناها من قبل هي مقاومة التي تبديها طبقات المائع إلى قوة القص أو إجهاد القص وجميع المواعف في الحقيقة لها لزوجة يعني لها لزوجة وهذه اللزوجة ناتجة من تماسك جزئاتها ومن تبادل الزخم بين طبقات المائع المختلفة الفيسكوسيتي هي عبارة عن قياس القياس كمي لمن؟ قياس كمي لمن؟ لمقاومة الماء للتدفق يبقى مقاومة الماء لمن؟ التدفق هناك نوعين من اللزوجة اللزوجة أنواع فيه اللزوجة الديناميكية dynamic or absolute viscosity اللزوجة الديناميكية وهذه تعرب بأنها النسبة بين إجهاد القص ومنحدر السرعة ومنحدر السرعة هو تغير السرعة على تغير المسافة وهو الديناميك فيسكوسيتي وهي عبارة عن إيتا مقياس المقاومة نسبة لمن؟ نسبة للحركة القص النسبية إيتا تغير السرعة بالنسبة لتغير المسافة والواحدة نيوتن نيوتن سكند كل متر مربع هنا لدينا طبقات السائل هذه مجموعة طبقات infinitely thin fluid layers طبقات السائل لا نهائية ثم ثم رقة طبقات رقيقة جدا جدا هناك طبعا الطبقات التي هي قريبة من جدار الإناء من القاهنة سرعتها صغيرة جدا قد لا تذكر طبقة الأعلى سرعتها أكبر طبقات وهكذا سوف تنصل إلى سرعة مكسيمة عند السطح سرعة مكسيمة هذا اسمه انحدار السرعة لأن السرعة تتغيب من مكان إلى آخر لغاية أن تصل إلى maximum velocity on the top of the surface عند قيمة السطح تمام كده؟ سطح الماء لهم على الإشها يبارة عن انحدار السرعة انحدار السرعة النوع الثاني من اللذوجة الكينيناماتيكية كينيناماتيك وهي عبارة عن نسبة اللذوجة الديناميكية إلى الكسافة الكتلية تمام؟ إلى كسافة تصدفين as the ratio of absolute viscosity اللذوجة الديناميكية اللذوجة الديناميكية اللذوجة الديناميكية اللذوجة الديناميكية أو dynamic viscosity to the density of fluid إلى كسافة السائل إلى كسافة السائل هي كسافة كطرية للسائل اللذوجة الديناميكية اللذوجة الديناميكية velocity gradient انحضار السرعة the gradient انحضار the assistance tends to keep the fluid in place المقاومة تميل أنها تحافظ على الماء في مكانه مثل قانون القصور الذاتي قانون القصور الذاتي the fluid moves must near the object at least further away the fluid moves must near the object يعني الماء يتدفق بالدرجة أكبر لم يكون قريب من اين؟ قريب من الجسم and less further away ويتحرك بالدرجة أقل لم يكون بعيداً عن الجسم أنا عندي جسم كذا الماء نجد أنه يتحرك بسرعة كبيرة قوة يتحرك بسرعة أكبر كلما يتحرك عنه يتحرك بسرعة أكبر this is a velocity gradient this is a velocity gradient هذا يسمى انحدار السرعة هنا vx تتناسب مع y y كلما ارتفعت إلى أعلى هذا y y y من القاع مثلاً أو من القاع التعامل التعامل نجد أن y تقريباً تقريباً السرعة تقريباً طبقات السائل هنا ملاصقة لطبقات القدار الكنتينر وبالتالي هناك مقاومة عالية للحركة لكن كلما بعد الطبقات السائل إلى أعلى نجد أن السرعة هذه مجموعة الطبقات المنزل تمام المنزل سرعة تزيد كلما ارتجاهنا إلىها هذا معناه كان هناك علاقة is proportional to vx التي تتناسب مع الارتفاع y نيوتن تقريباً تقريباً نيوتن تقريباً 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 هذا هو قانون يسمونه القانون بتاع the viscosity تمام a is the area of the solid flying on the fluid هي عبارة عن مساحة المساحة تمام بتاع الجسم الصلبي ينزلق خلال الماء او الجسم الصلبي هذا ينزلق خلال الماء إذا كنصان ita is the dynamic viscosity and depends on the type of fluid وده ita هي عبارة عن dynamic viscosity absolute viscosity وده بتعتمد على نوع الفلويد طبعاً اللزوجة الكيناميتيكية هي عبارة عن تمثل تقريباً بالstock اللي هي 100 مربع لكل second أو 100 مربع لكل second اللزوجة هي الأساس في مقارنة المواععة دجة الحرارة لها أثر كبيرة على تغير قيمة اللزوجة لأن اللزوجة تختلف باقتلاف دج حرارة والسبب يعود إلى طبيعة اللزوجة ناتجة عن تماسك الجزئات بعضها في بعض هذا القانون هو F تساوي ita عبارة عن low of viscosity القانون للجوية يساوي القوة القوة التي تحرك الجسم يساوي ita عبارة عن dynamic viscosity في a area of the solid مساحة الجسم يساوي الماء و y هي عبارة عن gradient velocity بواسل لو قانون بواسل flow is affected by sides in all direction الماء التدفق في الأنبوبة يتأثر بجوانب في كل الاتجاهات The relationship between velocity and distance is قدل علاقة بين velocity و المسافة Vx ساوي delta b على 4 e l r و r عبارة عن radius نصف القدر في المرة الماضية درسنا أن flow موجود في كنتينر موجود في tube وبالتالي يتدفق السائل داخل هذه الاتجاهات فهنا نجد أن الماء يتأثر بجوانب الجانب الأعلى و الجانب الأعلى يتأثر بجوانب في كل الاتجاهات The total volume flow rate is عبارة عن التدفق الحجمي دلتا بي على دلتا معدل تغيير الحجم بالنسبة للزمن يعمل delta b على 8 eta l الدلتا بي عبارة عن difference in pressures عبارة عن الفرق في الضغط بين الفوهتين بتواتي الأنبوبة drag force drag force احيانا يسمونها قوة السحب أو قوة المعيقة قوة المعيقة تمنع وهي قوة ايرو ديناميكية وهي تكون عكس اتجاه مصاري الحركة تمنع جسم الحركة وقانون قوة السحب هو قانون stocks stocks وهذا القانون يمكن أن يستخدم واصف سرعة السقوط للجسم للمجسم الكروي من خلال المائع انا عندي لو عندي مجسم الكروي تمام مجسم الكروي سقط في المائع نجد ان هناك drag force قوة السحب أو قوة معيقة يبقى الاجسام التي تسقط خلال المائع تصل إلى سرعة القصب بالنسبة للسرعات القليلة وذلك يفعل اللزوجة قانون stocks وصف the drag force يصف عبارة عن قوة السحب أو قوة المعيقة 6 pi eta في رو هذا يمكن أن يستخدم بوصف سرعة السقوط للمجسم الكروي من خلال المائع هذا يوضح أو يشرح سرعة السقوط لم يسقط خلال المائع طبعا هنا 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 قوة قوة لم يكن عندي مجسم كروي هذا المجسم يسقط خلال المائع يوجد فيه وزن إلى أعلى وزن إلى أسفل وزن الكرة وفيه قوة إلى أعلى تمام هذه القوة تعيق الحرك تمام الآن نصل إلى مرحلة هذه القوة كلها متزنة القوة التي تحرك الجسم إلى أسفل القوة اللي بتعيقه الى اعلى. بنجد لما يكون الجسمي في هذه الحالة وصل لمنحلي يسمى وصل ال Terminal Velocity تمام وتبقى سرعة ثابتة. surface tension التوتر السطحي دي اخر حاجة احنا في موضوعنا اليوم. liquid molecules attract each other. جزئات السائل هذه الجزئات السائل بتجذب بعضها البعض. بتجذب بعضها البعض تمام. add the surface. طبعا انا عندي عندي السطح طبعا. this force is the surface tension. هذه القوة عندي السطح بتسمى التوتر السطحي. التوتر السطح يبني عندي لو انا عندي container بهذا الشكل. وفي سائل. السائل ده عبارة عن طبعا موليكيولز. انا عندي الموليكيولز ده مسلا بيتجذب الى اسفل وبيتجذب مثلا مع موليكول هنا وبيتجذب مع موليكول هنا وبيتجذب الى اعلى. لكن عندي السطح بنجد انه جزئات الموجودة على السطح بتنجذب فقط الى اسفل. وبالتالي بيحدث انه يكون في ايه في تقاعر في السطح السائل. تمام. يبقى جزئات السائل. اتراكت ايش اذا بنجذب بعضها البعض. عند السطح هذه القوة هي قوة التوتر السطح. القوة بالنسبة للطول هي عبارة عن القوة لكل طول بموازية للسطح. تمام. وهي سابتة تمام لسوائل مختلفة. شكرا لكم. اشتركوا في القناة